وحشل حتى النوعية دي من المهاجمين يعني ما بقاش موجودين خالص المهاجمين دول والله أنا أنا كمان وحشل النوعية دي اه والله يعني أنا يعني على فكرة أنا كنت بتمنى أبقى مدرب عشان أطلع ومدرب متخصص يعني مش مدرب مش هيدكوتش يعني أنا راجل بشتغل تخصصي مع المهاجمين اه يعني كان نفسي لأن أنا في فترة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت بنتفرج على المهاجمين فعارف انت قعد بتتفرج فانت كرة لما تيجي للمهاجم فنفسك تقول له تبديت سندها كده تبديت لف تبديت تتحرك تبديت حطها تشاب تبديت شطها بشمالك عارف يعني بتبقى نفسك تنزل الملحب أنا متأكد وانت بتفرج أنا متأكد وانت بتفرج أنا متخيل لك كده مثل عادي على كناب أو عادي على كرسي قول رجلك عما تعمل كده ويدك وتعمل كده أنا متخيل والله كان فيه ماتش الأهلي بيلعب عايز افتكر في الفاينال إفريقيا أو الماتش القابلي فعندين أنا واصحابي بنتفرج فالكرة جات تقريبا مش متذكر للإمام أو حد فعايز بقى بشأن فرجلها خبطت فعايز أقول لك في دماغ واحد يا مهرب يا طبعا قال لك انت مش فلسا بتلعب إهدى على نفسك طب ليه بالمناسبة ما اشتغلتش الشغل ده يعني ليه ما اشتغلتش مدرد التخصص دي حاجة أصلا كمان في مصر هنا مش موجود هي مش موجود ما اقترحتش ليه بص أنا ما بحبش القصة انك تقترع عشان يعني لو قبلت بالرفض هيبقى انت مش يعني الأمر بالنسبة لك هيبقى صعب يعني لو انت جيت مثلا قلت أنا عايز أشتغل في الآلي أسنان هشتغل فيه غير في الآلي أو في المنتخب يعني حاجة من الاتنين فعش روح في حتة تانية يعني فلو انت لو رحت وقلت أنا عايز أشتغل الحتة دي تمام مدرد متخصص للمهاجمين وقبل الأمر بالرفض هتبقى انت رحت في حتة مش حلوة بالنسبة لي أنا شخصيان تمام فعشان كده أنا ما حبيتش ان انا أعرض القصة دي لكن أنا يعني يعني أنا كنت حابب ده جدا جدا لأن حابب ان انا أشوف ناس أحسن مني في الملعب خد بالك على عكس ما يقال مثلا ناس تقولك أصلا أحمد بلال ده مغرور مش شايف حد زيه أصلا هو شايف نفسه رقم واحد والناس ما جاتش لا بالعكس أنا حابب ان انا أشوف ناس أحسن مني كتير في الملعب تمام لكن مش مش معنى ان انا حابب أشوف ناس أحسن مني ده معنى ان في ناس أحسن مننا كتير في الوقت الحالي لأ الموضوع مختلف المواهب قلت يعني ندرة المهاجمين مع كتر الأفارقة مع انك بتشتري عايز تشتري لعب جاز مع قطاعات الناشئين مش ما بتفرزش لعيبة ده مخلي النهارده مصر بشكل عام والدوري المصري بشكل خاص انت مش قادر تتفرج على حد تستمتع بيه مش منتظر حد او كمان انت بتتفرج على ماتش مش منتظر حاجة خارقة من لعيب في المرأة بالزبط لا لا خد مالك احنا زمان واحنا بنلعب مثلا مثلا يعني زي الجيل اللي قابلين كان يلعب مثلا كابت خطيب كابت عرابوزيد علامة يهوب مثلا جامال عبد الحميد اللعيبة دي فتستمت النهارده ده النهارده الخطيبة هيلعب ومصطفى عبده وطاير عبد الحميد ومن بعدهم الكاس وحسام حسن وفليكس فقاعد انت مستقاعد بتتفرج ولو فلان في يوم مش في يومه الباها يبقى في يومه بالزبط يعني واحد يواء النهارده طبعا في مجموعة من اللعيبة انت قاعد مستنيها انت كولد صغير نفسك بتحب الكورة قاعد مستني اللعيبة دي تشوفهم وبيعملوا في مرة بتحركوا ازاي بيلعبوا ازاي بيجيبوا جانس ازاي بمعاراتهم عاملة ايه النهارده مثلا هاتلي ولد صغير قاعد مثلا منتظر لعيب راس حربة مصري كده او بليميك الرقم عشر مثلا هنتكلم في الحاجات المحببة للجماهية الماس اللي بتسجل او الماس اللي بتسجل اه بزبط الحاجات الممتعة وقاعد مستني كده قاعد يتفرج عليه لكن نهاردنا هستمتع مثلا بالليجواني اللي هجيبها مثلا فلان مش عايز اقول اسماء او بالثروباس والترئيسة اللي عملها او بالسرعة الفائقة زي ما كان مثلا بيب وياسر رايان عندهم صرعات الجبارة دي صعب صعب تلاقي الحتة دي مش موجودة في الوقت الحالي فانت قاعد بس انت بتشجع نادي اللي بتحبه هل انت مستمتع ممكن ما تقبقاش مستمتع لا لي قلتلي اصلا مش هينفعش تغير غير في الاهلي او منتخم نصر مش عارف حاسس ان خد بالك عشان دول الندين او دول الحاجتين الحتتين اللي فيهم اولا فيهم قدرات مادية يقدر يصرف تمام يبقى عنده ممكن يبقى عنده الفيجن دي تمام لكن اعتقد غير كده الامر صعب يعني اعتقد المدير الفاني بعد كده بيشتغل كل حاجة في بقية الان دي في مصر مدير الفاني بيشتغل مدرب ومدرب عام ومساعد مدرب وإداري ومدير كورة مش عارف كل حاجة حتى الزمالك يعني انا عارف زمالك انت تجربت لعيب اهلي كبير بس لو زمالك قال لك مسا والله تبتعال لا صعب علي هتاخد الجزائي دي لا كمدرب نادي كبير كبير ومنحترب ونقدره طبعا نادي زمالك وعنده جمهارية عريضة لكن انا بالنسبالي انا صعب صعب جد مش طعب ازاي اصنع مهاجم ييجي يسجل تعمل مهاجم ازاي يسجل في الاهلي مش عامل كده ما تزبطش معايا دي مش تيجي ها هتعلمه غلط اه طبعا هتعلمه غلط طيب بالمناسبة دي دايما لقاطي معاك بتشوف ابتسامة بشوف كلام محترب بشوف كلام جميل ليه دايما لما في بعض الناس عالسوشال ميديا تهاجم احمد بلال ليقولك احمد بلال مغرور ليقولك احمد بلال فاكر نفسه اهم مهاجم جي في التاريخ بتسمع الجمه دي حتى لما بعده ببطول قراء اه ما انت عندوكو في الصفحة عشا اتمنى كتير مين فين مينها لم حدش يقدر اجتمت لم حدش يقدر اجتمت لما حبك بص انا باقبل بص ترمى ترمى انت موجود في مكان عام تمام يبقى لابد انك تتحمل النقد امر طبيعي جدا اخد بالك يعني ولما يقبلش النقد ما يشتغلش في الحتة دي او ما يتعاملش بيه خاصة اللي بيشتغل في الكورة طبعا كورة بزيد او متابعين لكن الكورة لها جماهرية ومشجعين يعني تلاقي الناس بتبقى سابورت لك ياما ضدك ياما معاك ياما ضدك انت بتلعب طبعا انت بتلعب انت بتضيع فرصة تلاقي الناس زميت عليك تجيب جون بعدها جمهور بتاعك نفسه اعظم واحد في الكور طبعا هو الفكرة بس كلها اللي انا عايز اقولها كريم ايه فضل انك انت ساعات مش مطلوب منك انك انت لازم عشان تبقى متواضع لازم تعلي الناس كلها فوقك يعني لازم تحط الناس كلها فوقك رقم واحد واثنين والتعافة اربعة اخمسة وتجي انت رقم ست عشان يبقى انت الانسان المتواضع الجميل الحلو المحترم اللي الناس بتحبه ده مش صح فهم انت انا ما بقايمش حد كشخصية كسلوك او كعمل مسلا او كواحد مثلا دم خفيف ولا دم تقيل انا انت بتقايم انت البوزيشن بتاعك كمان لو مقاييس معروف بتشتغل ايه بتعمل ايه بتسجل ازاي امكانياتك ايه قدراتك الفنية البدنية صح بس في ناسك يا ابتر رحمد يقولك ايه لما اجا بس يسألك يقولك انت ترتيبك ايه من افضل المجميل لجوم في تاريخ مصر في واحد يقولي بص لا انا مش حط نفسي في الترتيب انه يحط نفسه بعيد يعني يتجنب انه يحط نفسه وحطيني او الناس يحطيني واحد صح ليه 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 احط نفسي بعيد اه ليه ما حطش نفسي ما تدايع يعني ما حطش نفسي هل ده مثلا عشان انا قليل لا ولا عشان ابعد عن الحرج ولا عشان اخجول وحدد نفسي في الحد المكسوف لا طبعا لا ما بتكسفش